السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنتكلم حلقة من الحلقات المهمة جدا ألا وهي حقن الأنسلين وهنعرف إيه هي أنواعها وإيه الفرق بين كل نوع ولو أنت لسه أول مرة تفرج علينا لا تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول قبل ما نبدأ لازم تعرف أن حقن الأنسلين بتتأسم لكذا نوع وهم أول نوع أو الأنسلين سريع المفعول ثاني نوع وهو الشورت أكتنج إنسلين وده الأنسلين قصير المفعول ثالث نوع وهو الانترميديات أكتنج إنسلين أو الأنسلين متوسط المفعول ورابع نوع وهو اللونج أكتنج إنسلين أو الأنسلين طويل المفعول وآخر نوع وهو الميكسد إنسلين وده بيكون خليط بين نوعين من الأنسلين هنبتدي بأول نوع معنا وهو الربت أكتنج إنسلين والنوع ده من الأنسلين بيحتاج ما بين 10 إلى 30 دقيقة عشان يبدأ يشتغل وبيحتاج ما بين 30 إلى 90 دقيقة عشان يوصل للبيك بتاعه أو أعلى تأثير ليه وبيفضل في الجسم لفترة ما بين 3 ساعات إلى 5 ساعات وبعد كده بيختفي والنوع ده من الأنسلين بيستخدم بعد الواجبات وبيكون مشابه للأنسلين الطبيعي اللي هو الجسم وبننصح المريض اللي بيستخدم النوع ده من الأنسلين أنه لو ما كانش واكل فلازم يأكل بعضه على طول وأهم أنواع الأنسلين اللي بتشتغل كرابت أكتنج إنسلين أول واحد منهم هو الإنسلين لس برو وده هتلاقيه في صنف واحد بس بينزل في السوق وهو الهيومالوج تاني نوع وهو الإنسلين جلولايزين وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهي أقلام الإبيدرة وده يعتبر من الأنواع المشهورة جدا تالت نوع من أنواع الربت أكتنج إنسلين وهو الإنسلين أسبرت وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو النوفو رابت ودول طبعا وصفهم وجرعتهم تحت الإشراف الطبي بس خلينا بقى ننتقل للنوع التاني من الأنسلين وهو الشورت أكتنج إنسلين أو الريجولار إنسلين وده إنسلين متعبي من غير أي إضافات والنوع ده من الأنسلين بيحتاج ما بين 30 إلى 60 دقيقة عشان يبدأ يشتغل في الجسم وعشان يوصل للبيج بتاعه أو أعلى تأثير ليه فهيحتاج ما بين ساعتين إلى 5 ساعات وبيفضل تأثيره في الجسم لفترة ما بين 5 ساعات إلى 8 ساعات وبعد كده تأثيره بيختفي أغلب الدكاترة بتوصف النوع ده قبل الوجبات الرئيسية والنوع ده يعتبر Human Insulin وهتلاقي النوع ده من الأنسلين موجود في حقا كتير جدا ومشهورة أهمها وطبعا وصفهم وجرعتهم تحت الإشراف الطبيبية بس خلينا بقى ننتقل للنوع التالت من أنواع الأنسلين وهو Intermediate Acting Insulin أو ما يسمى بالNPH والنوع ده من الأنسلين بيحتاج ما بين ساعة إلى ساعتين عشان يبدأ يشتغل في الجسم وعشان يوصل للبيج بتاعه أو أعلى تأثير ليه بيحتاج ما بين 4 ساعات إلى 12 ساعة والأنسلين ده بيفضل في الجسم لمدة 18 ساعة وبعد كده تأثيره بيختفي والأنسلين ده بيكون لونه معكر وشبه السحابة كده والأنسلين ده بيغطي احتياج الجسم لمدة نص يوم مثلا وأهم الأنواع اللي بتشتغل كIntermediate Acting Insulin زي الهوميولين N والإنسلين H-Pio NPH والإنسلطارد HM والإنسلين جيبت N والإنسومان بيزل ودول طبعا جرعتهم ووصفهم تحت الإشراف الطبي بس نيجي بقى للنوع اللي بعد كده وهو Long Acting Insulin أو الأنسلين طويل المفعول والأنسلين ده بيحتاج ما بين ساعة إلى ساعتين عشان يبدأ يشتغل في الجسم والنوع ده من الأنسلين ما بيكونش ليه peak time وبيفضل تأثيره ثابت خلال 24 ساعة وبعد كده تأثيره بيختفي من الجسم والنوع ده من الأنسلين بيغطي احتياج الجسم اليومي وأهم أنواع الأنسلين اللي بتشتغل ك Long Acting Insulin هي أول واحد هو الإنسلين جلارجين وده هتلاقيه في أصناف زي اللانتوس سولوستار وده يعتبر نوع مشهور جدا والتوجيو سولوستار وممكن كمان تلاقيه في صورة الأنسلين ديتيمير وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو الليفيمير عايزك تاخد بالك بقى من نوع كمان تابعهم وهو الإنسلين ديجلوديك وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو التريسيبة والنوع ده كمان ممكن يصنف على أنه Ultra Long Acting Insulin والسبب في كده أنه بيقعد في الجسم لفترة أطول والفترة دي بتوصل لحد 42 ساعة على بال ما تأثيره يختفي بس طبعا وصفه وقراته تحت الإشراف الطبية بس آخر نوع معانا وهو الميكسد إنسلين وده هتلاقيه خالية ما بين الانتروميديات أكتنج إنسلين والشورت أكتنج إنسلين ودول هتلاقيهم بينزلوا بنسبة 30 إلى 70 أو 25 إلى 75 أو 50 إلى 50 لكن أكترهم شروعا هو 30 إلى 70 وأهم الأصناف اللي بتحتوي على النوع ده هي Human Insulin Mix والهيوميولين والإنسلين H-Mix والإنسلين جيبت والإنسومان كومب والماكستارد 30 ودول طبعا جرعتهم ووصفهم تحت الإشراف الطبي بس ممكن بقى تلاقي Combination أو تجميعة بين الانتروميديات أكتنج إنسلين والرابت أكتنج إنسلين وهتلاقي فيه الانسلين أسبرت اللي هو الرابت أكتنج إنسلين محطوط مع الانسلين أسبرت بروتامين اللي هو الانتروميديات أكتنج إنسلين وهتلاقيه بينزل بنسبة 30 إلى 70 وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو النوفو ميكس أو مثلا تلاقي الإنسلين لسبرو اللي هو الرابت أكتنج محطوط مع الإنسلين لسبرو بروتامين اللي هو الانتروميديات أكتنج وهتلاقيه بينزل بنسبة 25 إلى 75 وهتلاقيه في صنف واحد بس وهو الهيومالوج ميكس ودول طبعا وصفهم وجرعتهم تحت الإشراف الطبي بس ممكن برضه تلاقي كومبينيشن أو تجميعة بين اللونج أكتنج إنسلين مع الربت أكتنج إنسلين وده هتلاقي فيه الانسلين ديجلو ديك اللي هو اللونج أكتنج مع الانسلين أسبرت اللي هو الربت أكتنج وهتلاقيه في صنف واحد بس وهو الريزو ديك وطبعا جرعته ووصفه تحت الإشراف الطبي نختم الحلقة بقى بكمبينيشن مميز جدا وبيكون بين الانسولين ديجلوديك اللي هو اللونج أكتنج انسولين مع مادة الليراجلوطايد ودي مادة مش طابعة للأنسولين لكنها بتخفض من مستوى الجلوكوس في الدم وهتلاقيها في صنف واحد بس وهو الزولتوفاي وطبعا جرعته ووصفه تحت الإشراف الطبي وبكده نكون عرضنا كل الحوان المحتوي على الأنسولين بأنواع وعرفنا نفرق بينهم إزاي ويا ريت لو استفدت من الحلقة دي إنك تشعرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا وفي النهاية سبحانك الله بحمدك شدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم